على هامش الحرب والانقلاب يعود مجلس النواب للواجهة حراك سياسي داخل الشرعية في محاولة لعقد جلسات مجلس النواب في ظل عوائق محلية وإقليمية تمنع عقادة نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي كشف لصحيفة الشرق الأوسط عن توجه رسمي لعقد أولى جلسات البرلمان لكنه لم يفصح عن زمن عقاد الجلسة المرتقبة وبحسب الصحيفة فإن الشدادي أكد قدرة مجلس النواب على تجميع أعضائه من كافة المحافظات خلال عشرة أيام يمثل حضور نواب المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إحدى عوائق عقاد البرلمان ورغم تصريح الشدادي بإمكانية حضورهم إلا أنه لم يوضح ما هي الآليات الآمنة لوصولهم إلى عدن لكن انعقاد مجلس النواب في عدن يمثل مشكلة رئيسية حيث لم تعد عدن آمنة للحكومة نفسها بعد محاولات الإنقلاب الأخيرة على الشرعية خصوصا وأن الأزمة ما تزال مستمرة في عدن بين المجلس الانتقالي المسلح المدعوم من الإمارات وبين الشرعية مصادر مقربة من مجلس النواب كشفت عن وجود خيارات بديلة إذا ما تعذر عقد الجلسات في عدن ورغم أن المؤشرات تشير إلى محافظة مارب إلا أن المصادر لم تحدد ما هي المناطق البديلة اكتمال نصاب البرلمان مشكلة تسعى الحكومة لتجاوزها حيث يتواجد مائة وعشرون برلمانيا في المناطق المحررة وما زالت الحكومة تحتاج إلى ما يقارب سبعة عشر عضوان لاكتمال النصاب الدستوري لكن برلمانيين يؤكدون أن انعقاد مجلس النواب مرتبط بعودة المناطق المحررة أولا للحكومة الشرعية اشتركوا في القناة